المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة الإعلان عن وقف برنامج الاستخبارات الأمريكية للتسليح في سوريا فضيحة جديدة للمعارضة المسلحة فهل تؤدي إلى فقدان الثقة بها تل ابيب ترى أن الاتفاق الروسي الأمريكي جنوب سوريا مدمر لمستقبلها وتؤكد حتمية الحرب مع إيران حدة الحملة ضد ترامب وإدارته في الولايات المتحدة تتصاعد أعداد النواب المطالبين بعزله تتزايد وسحب براءة الذمة الأمنية من صهره عندما تسقط أحد أهم الركائز الأيديولوجية للمجموعات المسلحة في سوريا تطرح على ما تستفهى من أمام الشعارات التي تبرر عبرها وجودها والهدف من وراء حمل السلاح الإعلان عن وقف برنامج الاستخبارات الأمريكية لتدريب وتسليح ودعم هذه المجموعات فضيحة كبرى ولا سيما أن عداء هؤلاء المسلحين للولايات المتحدة ولهيمنتها واحتلالها دولا في المنطقة قام على مرتكزات دينية وعقائدية وفي ملف المسائية الثاني نناقش كشف إسرائيل رفضها لاتفاق واشنطن موسكو على خفض التوتر في جنوب سوريا بل والعمل على إحباطه في دليل جديد على عمق تدخلها في الحرب وإطالتها أمدها أما في ملفنا الثالث فنبحث تزايد الحملة داخل الولايات المتحدة ضد ترامب وإدارته ويأتي حرمان سهري ومستشاره من الاطلاع على الملفات الحساسة والسرية ليؤكد جدية السعي إلى عزله ومحاصرته قبل أن نتابع في الملفات الثلاثة مشاهدين نتوقف مع موجز للأخبار مساء الخير استشد شاب فلسطيني بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في بلد التكواع جنوب بيت لحم بذرعة محولته تنفيذ عملية طعن وأسائل إعلام فلسطينية نقلت عن شهود أن جنود الاحتلال وبعدما أطلقوا النار على الشاب تعمدوا دهسه بجب عسكري ومنعوا الأهالي وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان واستعدادا ليوم الغضب والنفير شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في مناطق القدس والأقصى كما شددت القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي أن رهان الأمن العام لحزب لا سيد حسن نصر الله على الشعب اليمني هو رهان في محله مؤكدا استعداد اليمنيين لمساندة الفلسطينيين والمقاومة اللبنانية في أي حرب مقبلة قد تفرد عليهم وأضاف في كلمته بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين إن الشعب اليمني سيدعم كل القضايا الأمة وخصوصا حماية القدس والمحتلة والمسجد الأقصى من ممارسات إسرائيل العضوانية كما أشار إلى أن القوى الرجعية في المنطقة تستغل العروب لخدمة بصالحها الخاصة استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الكويتي في طهران بسبب خفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الكويت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن ما يعرف بملف العبدالي مرفوضة وواهية وعبر عن أسف بلاده من الخطوة الكويتية التي تأتي في وقت حساس تعيشه المنطقة نقلت وسائل إعلام كويتية نفي الخارجية الكويتية طرد السفير الإيراني من الكويت وكانت الكويت قد أمهلت عددا من آضاء البعثة الدبلوماسية لديها 48 يوما للمغادرة كما قررت إقفال المركز الثقافي الإيراني والمرحقية العسكرية على أراضيها على خلفية ما يعرف بقضية خلية العبدالي التي تتهم بالتجسس والتخابر لمصلحة جهات أجنبية بينها إيران شكرا للمتابع والآن نعود إلى كمال أحمد شكرا جزيلا لك كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إنهاء برنامج سري لوكالة المخابرات المتحدة المركزية لتسليح وتدريب فصائل المعارضة السورية ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إلغاء البرنامج يعكس رغبة ترامب في إيجاد سبل للعمل مع روسيا هذا تقرير لملاخ خالد قبل شهر من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف برنامج CIA السري لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وفق صحيفة واشنطن بوس البرنامج الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفقته الشكوك منذ بدء تنفيذه عام 2013 شكوك تكثفت بعد المشاركة العسكرية الروسية في سوريا وصولا إلى إلغائه أخيرا لعدم فعاليته البرنامج كان يهدف لتقوية المجموعات المعارضة عسكريا لأنها وبحسب تقديرات CIA أنذاك كانت تخسر على الأرض استراتيجيا لا تكتيكيا وحسب لكن البرنامج الذي نفذ في الأردن بشكل أساسي لم ينجح في تدريب العدد المتوقع مئات ملايين الدولارات صرفت على مدى أربع سنوات لتدريب نحو 20 ألف عنصر فقط انضم عدد كبير منهم بأسلحتهم الممولة أمريكيا إلى التنظيمات الراديكالية وفق الصحيفة والسيام داعش الذي أعلنت دولته صيف العام 2014 إلغاء هذا البرنامج يعكس توجها واضحا لدى إدارة ترامب نحو اعتماد استراتيجية جديدة في سوريا وفق الواشنطن بوست بعد سنوات من الدعم الأمريكي للمعارضة شمل شراء النفط السوري الذي هربه مسلح داعش عبر تركيا من خلال شركات وسيطة وأيضا توجيه ضربات جوية من قبل طائرات التحالف على قواعد للجيش السوري كما حصل في دير الزور إضافة إلى برامج الدعم العسكري برنامج CIA إذن أوقف بقرار رئاسي لكن البنتاجون مستمر في برنامجه لدعم وتدريب قوات سوريا الديمقراطية وتسليحها بأسلحة نوعية وثقيلة خلال قتالها داعش في معقله الرقة شمال سوريا وقف جميع برامج الدعم العسكري الأمريكية في سوريا خطأ استراتيجي كبير وفق مصدر عسكري أمريكي حتى لو ناقضت استراتيجية ترامب كل ما فعلها أوباما منذ ست سنوات هي عمر الحرب في سوريا لمناقشة هذا الملف معي من واشنطن مساعد وزير الخارجي الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية سيد مارك كيمت وأيضا هنا في الستوديو رئيس تحريري جريدة البناء الأستاذ ناصر قنديل أحييكم ضيفي العزيزين وأبدأ معكم من واشنطن سيد كيمت عن الأسباب التي دفعت الرئيس ترامب إلى إيقاف هذا البرنامج برنامج تسليح المعارضة التي تسميها واشنطن معتدلة بداية لابد أن نتيقن أن رئيس ترامب وصل إلى الحكم وهو يرغب في تخفيفه من الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط لا تعزيز هذا الحضور لكن يجب أن نستذكر أن لقاء مع بوتين في قمة مجموعة العشرين قد أدى إلى نقاش حول الوضع في سوريا وأفترض أن رئيس بوتين قد قدم حججا مقنع إلى حد بعيد إلى رئيس ترامب مفادها أنه سيهتم بالمعارضة ضد بشار الأسد فيما يركز الأمريكيون على المهمة العسكرية المتمثلة بالحق لازمة بدعش إذن الأعمليات كما كشفت عنها الواشنطن بوست عبر هذا البرنامج السري لوكات الاستخبارات المركزية بهدف تدريب القوات المناوئة للأسد ووقف هذه الإجراءات يبدو أنه ثمرت اللقاء بين ترامب و بوتين إلا أن الأمر لن يؤثر على العمليات المعارضة لداعش التي نقوم بها في منطقة الرقاة حاليا بوجود الدول الـ 79 كجزء من التحالف الدولي نعم لكن الواشنطن بوست سيد مارك كيمت قالت بأن إيقاف هذا البرنامج كان قبل شهر من اللقاء الذي جرى بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب لا نعرف تحديدا ماذا اتخذ هذا القرار لكن لا شك في أن الكشف عن هذا الموضوع بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب له دلالة واضحة كذلك نعم سيد ناصر قندين نحن نتحدث عن برنامج هو برنامج سري لكن كان الكل يعرف فيه يعني هو معلن وجمد أيضا العمل فيه بعد الحادثة الشهيرة عدد من الفرار 30 عنصر إلى جبهة النصر مع سلاحهم جمد ومن ثم استؤنف من جديد بتقديرك هل فعلا من أجل روسيا التقارب مع روسيا التفاهم مع روسيا جرى التخلي عن هذا البرنامج لا يعني أنا لا أعتقد أن الأمر هو ثمرة للقاء مع الرئيس بوتين أعتقد العكس يعني أن القرارين هما تعبير عن مسار فرض نفسه على الإدارة الأمريكية بأسباب واحدة الأسباب التي أدت للقاء مع الرئيس بوتين هي سقوط مشروع إدارة الفوضى في سوريا يعني كانت الولايات المتحدة حتى تاريخ وصول الرئيس ترامب قد سلمت بأن مشروع إسقاط سوريا إسقاط الرئيس السوري السيطرة على كامل سوريا نقل سوريا من ضفة إلى ضفة في التحالفات الدولية والإقليمية أمر لم يعد متاحا على الأقل يسلم الأمريكيون أن هذا حسم من تاريخ تموضع الروس في سوريا وما عرف ببدء عاصفة السوخوي والقرار الاستراتيجي للرئيس بوتين بالتمركز والتموضع والثبات وأن إسقاط سوريا خط أحمر ثم ترسم لذلك بحقيقة موضوعية يعني عايشتها أنت شخصيا معركة حلب صحيح بعد هذا التاريخ كانت إدارة أوباما قد سلكت طريق الوصول إلى التسوية والتفاهم وعرف تفاهم كيري لافروف إدارة ترامب استجابت لطلب المؤسسة العسكرية والأمنية بمنحها فرصة لخيار آخر هذا الخيار هو إدارة الفوضى في سوريا داعش الحرب على داعش عنوان مستديم دحرجت داعش من منطقة إلى منطقة الرهان على الأكراد كعنوان محلي يمنح مشروعية البقاء والاستمرار وتعطيل التسويات لما نذهب إلى التسوية إذا كنا عاجزون عن الفوز في الحرب لنعطل التسوية ولنرى ما يحدث بعد ذلك هذا الخيار سقط في الميدان موضوعيا أولا بدأ أن الخط الأحمر على الحدود السورية العراقية قد انتهى رغم كل الجهد الذي بذل لفرضه وتحويله إلى مرواقع الرهان على إدارة معركة داعش لم يعد بيد الإدارة الأمريكية الجيش السوري أصبح في جنوب الرقة وكل ضفة الفرات الجنوبية باتت مع الجيش السوري وإذا تلك الأكراد في حرب الرقة بطلب أمريكي سوف يبادر الجيش السوري لخوض هذه المعركة فتح الطريق للانسحاب إلى البادية أغلقه الروس بصواريخ الكاليبر وليس فقط بالتواجد المباشر للجيش السوري بقي نزوح داعش إلى ممر واحد هو دير الزور والميادين أي إلى حضن الجيش السوري حيث هو الذي سيدير المعركة هناك إذا كان صقف داعش محكوم بزمن قصير إذن صقف الخصوصية الكردية مثله محكوم ومثله الوجود الأمريكي في سوريا على ماذا تعتمد في هذه الرؤية؟ لأنه لن يتمكن أحد لا الأمريكي ولا أحد أن يخوض حربا ليحمي انتصال الأكراد وبناء دولة في سوريا أنا أقول لك عندها لن تتفاجأ بتحالف تركي سوري من أجل إجهاض الدولة الكردية في شمال سوريا والقواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا سيرحلون لا أعتقد ولذلك أنا أقول أن التفاهم مع روسيا هو ثمرة قرار بتسليم روسيا الملف السوري عندما تقرر واشنطن بأن لا مشكلة لديها ببقاء الرئيس الأسد وأن وحدة سوريا هي من ثوابت المرحلة القادمة وأن الجيش السوري هو العمود الفقري لنتفادى وصول حزب الله وإيران إذا دخل الجيش السوري مفاتحا فسيدخل معه حزب الله البديل هو تسليم الجيش السوري طوعا هذا هو اتفاق الجنوب في سوريا وأن البديل المراقبة يشترك فيها الإيرانيون لوقف النار هو تفويد الشرطة العسكرية الروسية وبالتالي أنا أعتقد أن كل العنوين الرئيسية التي كانت واشنطن تعمل لأجلها بات عليها أن تختار بين ما هو أسوأ منها وبين سوريا برئاسة الأسد ومحورية الجيش السوري أنا كنت أتابع سيد مارك كامت يبدو أنه غير موافق على هذا التحليل هل استنتاجي صحيح سيد كامت؟ حسنا بداية يشترك بنا أن نفهم أنه لم يكن هناك أي مخطط أمريكي في البداية الإضاحة مثلا بنظام سوري الولايات المتحدة الأمريكية لجانب مختلف الدول في العالم كانت تريد أن ترى نهاية للحرب الأهلية نعم السياسة التي انتاجتها أمريكا ودول أخرى كانت تدعو إلى رحيل الأسد كنتيجة لأفعاله فكان المكون الأساسي الذي يروجه للحرب الأهلية لكن أن نقترح أننا كنا نسعى إلى الإضاحة بالحكم في سوريا هذا أمر خاطئ تماما المسألة الثانية هي التالية يبدو أن هناك سوء فهم بين مجموعتين من العمليات لدينا مجموعة أولى من العمليات تقوم بها قوات المعارضة في مواجهة بشار الأسد هذه هي القوات التي كانت تدعمها وكالة الاستخبارات الأمريكية وهذا هو البرنامج الذي توقف من جهة أخرى لدينا تحالف دولي من 79 دولة مهمته الأولى والوحيدة هو القضاء على داعش منطقة أخرى من سوريا بالقرب من الرقة وربما يميل البعض إلى الخلط بين الاثنين وهم لا يتقنون أن أتحدث عن نوعين مختلفين من العمليات ونحن المهمة الوحيدة لجدوننا ضمن هذا التحالف هي القضاء على داعش وليس لطاحة بالنظام السوري السياسة الأمريكية تبقى على حالها أسوة بسياسات مختلفة بلدان العالم حيث نعتبر أن الحل لمشكلة الأسد وللأزمة السورية ليس الحل العسكري بل هو الحل الدبلوماسي لذلك الأمريكيون وآخرون بمن فيهم الروس يتناقشون ويتحدثون عن فرض لوقف لإطلاق النار كمقدمة للحل أدام لكن أن نقترح أن العمليات التي توقفت مرتبطة بالهجوم على الرقة أي تسليح البعض في المعارضة السورية يعني أن هناك سوء فهم للوقاعة هذا شرح مختصر للاستراتيجيات الأمريكية في سوريا ولكن أريد منك سيد كمت أن نقدم تقييم لهذه التجربة يعني هذه التجربة التي أوقفت تسليح المجموعات المعارضة في سوريا هل كانت التجربة بحد ذاتها تجربة ناجحة بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية بداية يجدر بنا ألا نصنف هذه التجربة كانت ناجحة أم فاشلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مجددا أمريكا تتعامل مع مجموع من الشركاء الآخرين بهدف دعم المعارضة السورية لكن وقاع الميدان قد ظلت حتى الآن أن هذا المسعى غير ناجح وبالطبع لذلك نرى أن الرئيس ترامب يعارض سياسات الرئيس السابق الرئيس أوباما الذي نعتبر أنه تدخل إلى سوريا في وقت متأخر ولم يكن يجدر به أن يتدخل وعندما تدخل كان غير ناجح بالتالي الرئيس ترامب ينتهج سياسة أخرى تتعلق بوقف العمليات دعم للمعارضة ضد بشار الأسد وأعتقد أن هذا يرتبط بالسياسات المتأخرة لأوباما وهو يسعى لحصول على مزيد من الدعم طيب أستاذ ناصر طبعا أنا سأسمع رأيك بموضوع التقييم أنت كتبت أيضا في ذلك الوقت على ما أذكر حول التقديرات الأمريكية لما يجري في سوريا وتحدثت عن وجود تقييمات أو تقديرات خاطئة للوضع ومنها على ما أذكر قصة هوية الجماعات أو الأفراد الذين تتعامل معهم الولايات المتحدة في تلك المنطقة أنا أذكر هذا بعد الحادثة التي أشرت إليها وفرار هذه الجماعات والتحاقها بالمصر مشكلة الأمريكيين أنهم أرادوا مننا أن نصدق أنهم يصدقون أنا أعلم أنهم لم يصدقوا في الحقيقة عندما نسمع كلام الرئيس أوباما سنة 2014 وهو يقول أن الحديث عن معارضة معتدلة في سوريا هو فانتازيا في حواره الشهير مع سي أنان يعني هون مش نحن اللي عم نحكي يعني وأن كل الرهان قال لقد حاولنا وبذلنا جهودا وأموالا ووقتا لكننا وصلنا إلى هذه القناعة أن المعارضة المعتدلة في سوريا هي فانتازيا في باب دوار بتفوت الناس على أساس علمانية وعلى أساس عنوان جيش حر وسوريا دولة مدنية بتصير إخوان مسلمين من الإخوان المسلمين بتصير نصرة من النصرة بتصير داعش وهذا الباب الدوار شغال حقيقة وبيطلع جورج صبرى المسيحي في المعارضة يقول إياكم وأن تصنفوا النصرة تنظيما إرهابيا إنها القوة الطليعية في ثوار القوى الوطنية السورية بالتالي الأمريكيين لا يعرفون لا أنا أعتقد يعرفون الحديث عن أنه لم يكن لدى أمريكا مشروع لإطاحة الأسد أنا مقدر أنه زميلنا في الحوار مكانته الدبلوماسية السابقة والتي تفرض عليه لغة معينة في تقديم المواقف بفهمها وبحترمها لكن كمان بدنا نحترم عقول المتلقي والمشاهد الذي وضع شرطا لأي حل سياسي اسمه رحيل الرئيس السوري أكيد مش برهان غاليون هلأ اليوم عم يحكي برهان غاليون متى ما بيحكوا الأمر كان يعني الذي وضع أساس شو هالسر أنه بسأله الأمريكان لا حل بدون رحيل الأسد كل تشكيلات المعارضة صار قطابها لا حل دون رحيل الأسد لكن هنا أريد أن أوقفك أستاذ ناصر كان هناك قوى تعمل بشكل مستقل عن الإدارة الأمريكية أو أن الإدارة الأمريكية سمحت لها بأن تتحرك بشكل مستقل هنا أتحدث عن قوى إقليمية دول يعني يعني دولة مثل السعودية دولة مثل قطر كما صرحوا كما صرح حمد بن جاسم كان لديهم هامش من الحرية منحتهم يا الولايات وليس خلافا للخط وليس خلافا للإدارة الأمريكية هلأ بس قررت أمريكا أنه قطر والسعودية مع شخصهم بسوريا النصر الآن تذبح اللي هي الفصيل الذي اعتمدت عليه قطر طوال ثلاثة أربع سنوات وتناوبت عليه السعودية وقطر مرارا واضح أنه الغطاء الأمريكي والقرار الأمريكي لا يزال هو الفاعل وهو الحاسم والحديث عن تمرد على المشيئة الأمريكية هو نوع من المدى الذي يتيحه الأمريكيون لحلفائهم للتذرع بهم من أجل عدم الذهاب إلى الحلول والتسويات طيب لما نحكي عن الإرهاب أنه الآن أمريكا تقيم الدنيا ولا تقعدها بأنها موجودة من أجل قتال الإرهاب أنا أذكر سنة 2013 لما بدأ الحديث عن أن الخطر الداهم في سوريا هو الكينات الإرهابية أو سنة 2012 خرجت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أنا ذاك وهنا ما نحكي مواقف شخصية أنه كلينتون بطلت صار في محلة هلأ تيلرسون أو كانت كاري مش هذا الموضوع مفهوم أمريكا كان وأعاد هذا الكلام كاري بالمناسبة بحواره مع لافروف ونقله لافروف علنا أن الأسد جاذب للإرهاب أن الجرائم التي يرتكبها الأسد عم بقتبس كلامهم كما هي كما هو هو الذي يأتي بهؤلاء المتطوعين الذين يظنون أنها حرب على أبناء جلدتهم بين هلالين السنة ولذلك عندما يأتي هؤلاء لا نستطيع أن نتحكم بأين يقول مآلهم وكيف يستقطبهم المتطرفون الحل لضرب الإرهاب في سوريا هو إطاحة الأسد هذا كلام قالته هيلاري كلينتون ثم أعاد هو كاري بعد ثلاث سنوات طيب الآن ما عاد هيك صار العكس صار الأولوية للحرب على الإرهاب وإذا اقتضت أن نمد اليد للأسد فلا مانع من ذلك أو ليس على جدوى الأعمالنا شوف أنت المعايير حسب بيختلفوا مع الروس على الأبنية الدبلوماسية بصير ليس جدوى الأعمالنا بيتفقوا على موضوع الطائرات والتحليق في البلطيك بصير أنه لا مانع من الاتصال والتواصل هذا كلام سياسي حساباته في السياسة وليس بناء على تقدير عقلاني بارد موجود في غرفة مخلصة لكيف نقاتل الإرهاب الإرهاب لم يستعمل لا من السعودية ولا من تركيا ولا من قطر إلا بمعرفة الأمريكيين ما يخلونا نتوهم أنه منسد أنه أمريكا مش عارفة من اللي كان عم يفوت على سوريا 150 ألف مقاتل مين عملهم باسفورات كيف ننتألوا من مطار لمطار كيف استوعبوا مخيمات إقامة داخل تركيا وسلحوا ودربوا ونظموا كيف تعرفوا أبعض وصاروا مجموعات بتقاتل ما بيجوا أفراد أنا بعرف أول أمريكا ما تعرفهم المخابرات الأمريكية المقيمة يعني على مدى الأربع وعشرين على كل خط العبور بأقمارها الصناعية وطائراتها بدون طيار وأجهزة المخابرات والاستعلام مش عارف كيف بلى بدليل أنه جو بايدون لما وقفوا حكي أمام الطلاب والأساتذة في جامعة هارفرد قال إن حلفاءنا هلأ بدي يقولنا حلفاءنا فشلوا وثبت شلئ له بالآخر بايدون قال لقد توهموا وأوهمون أنهم بهؤلاء المتطرفين يسقطون الأسد يعني كان الأسد هدفا إسقاطه وأن هؤلاء يبقون تحت السيطرة لكن ثبت أنهم لا أسقطوا الأسد ولا بقوا تحت السيطرة ولا سيطروا وريدنا نسمع لرأي سيد كيمت لكن قبل ذلك وريدنا نعرض لهذا التقرير ضيوفي ومشاهدين هذا التقرير الذي أعده زميلنا عبد الرحمن عز الدين يسلط الضوء على بعض التدخلات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في سوريا وفي مناطق أخرى أيضا نتابع هذا العرض ثم نعود أهلا بكم مشاهدين يقول الصحفي الأمريكي ستيفن كنزر أن مسألة تدخل بلاده في انتخابات الدول الأجنبية خلال الحرب الباردة مثلت الأولوية المطلقة بالنسبة إلى الاستخبارات الأمريكية بكورة التدخلات الناعمة كانت في إيطاليا عام 1948 وثمانية واربعين حيث دعمت الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي المسيحي بالمال والخبراء وهدتت بإنهاء المساعدات الأمريكية لإيطاليا إذا انتخب الشيوعيون السياي اي اي اعترفت بنفسها بأنها نظمت الانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953 بالتعاون مع بريطانيا ينقل كنزر عن أحد عملاء السياي اي اي أن أمريكا ساعدت الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون عام 1957 بهدف إيصال نواب مؤيدين له لانتخابه لولاية ثانية ويكشف عميل السياي اي أنه سافر بانتظام إلى القصر الرئاسي خلال فترة الانتخابات مع حقيبة مليئة بالليرات اللبنانية وكان الرئيس الأمريكي حينها أيزن هاور يصر على إشرافه الشخصي على كل عملية تحويل للأموال لا تتوانى الولايات المتحدة عن استخدام القوة الصلبة عندما تفشل استراتيجيتها النعمة هذا ما حصل عام 1965 حينها اشتاحت جمهورية الدومينيكان بعدما اختار الناخبون رئيسا تعده الولايات المتحدة شخصا غير مقبول الحكومة الإكوادورية نشرت كتابا بعنوان السياي اي ضد أمريكا اللاتينية أحد المشاركين في صياغة الكتاب يدعى فيليب أجي وهو أحد الضباط السابقين في سياي اي ممن نفذ عمليات سرية لحساب الوكالة بين عامي ستين وثمانية وستين ويكشف أجي عن دور السياي اي في تنظيم انقلابين رئاسيين في الإكوادور بين عامي ستين وثلاثة وستين تعترف السياي اي أيضا مشاهدين بأنها كانت وراء الانقلاب على رئيس تشيلي السلبادور ألندي عام الف وتسامئة وثلاثة وسبعين ووصل على إثر الانقلاب أوجستو بينوشي إلى سدة الحكم دراسات وكتب عديدة تؤكد ضلوع السياي اي في الانقلاب على رئيس حكومة العراق السابق عبد الكريم قاسم عام ثلاثة وستين حيث قدمت الولايات المتحدة أنذاك الدعم إلى حزب البعث يقول الصحفي الأمريكي كنزر أن أحدث التدخلات الأمريكية كان عام الفين واربعة عشر في أوكرانيا حيث تجمع المحتجون لإطاحة الحكومة وظهرت داخل الحشود مسؤولة في الخارجية الأمريكية لتشجيع التمرد الحديث عن تدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول يطول مشاهدين فأمريكا في سياستها الخارجية وعلى نحو خاص مع دول العالم الثالث تعتمد على قاعدة وضعها أحد ديبلوماسيها التاريخيين جورج كينان وهي التعاون مع سلطة تؤمن حماية المواد الأولية التابعة لواشنطن سيد مارك كيمت الولايات المتحدة الأمريكية أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تدخلت في أكثر من منطقة كما عرض قبل قليل زميلنا في هذا التقرير ومنها سوريا هل بتقديرك الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرف هناك دول نجحت الولايات المتحدة وفي دول أخرى هذه التدخلات فشلت أو أدت إلى حدوث دول فاشلة أو تطرف أو التفكك هذه الدول هل التدخل في سوريا حتى هذه اللحظة يعني من 2011 عندما بدأت الأزمة حتى الآن كان تدخلا ناجحا حققت فيه الإدارة الأمريكية أهدافها في سوريا بداية لا أريد أن أعلق على هذا التقرير الذي بثثتموه للتو لأنه صراحة لا أستحق الرد نظرا لأنه محفوف بالمغالطات وبنظريات المؤامرة ولا نعلق على ما قاله الضيف الكريم بالنسبة إلى اقتراحه بأن أمريكا قد قامت بتمويل المقاتلين والمتطرفين وداعش لإثارة المشاكل في سوريا هو أمر مثير للضحك فهناك الكثير من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا من جانب القاعدة ومنظمات أخرى مشابهة لداعش ولا يمكن أن نقترح حتى فكرة أن الإدارة الأمريكية تقوم بتدريب قوات تقوم بقتل الجنود الأمريكيين هذا تصريح لا نقبل به أما بالنسبة إلى أمريكا ودورها في سوريا على مر سنوات عدة بقينا واقفين مكتوفي الأيدي فيما كان نظام الأسد قد بدأ حربا أهلية وواصلها وارتكب ما يربو إلى مصافي الإبادة الجماعية بحق شعبه وحاولنا في ظل إدارة أوباما أن نقوم بتدريب وتسليح بعض المقاتلين للوقوف في وجه نظام الأسد نعم كان الأمر فاشلا في البداية ورئيس الجهة المعنية بتدريبهم قال إنهم فاشلوا وذهب المقاتلون في عدد منهم إلى الضفة الأخرى وبعد ذلك بدل أن نركز على تحركات داعش في العراق وجرى إطلاق برنامج تدريب وتسليح مشترك يغطي العراق وسوريا بهدف تدريبي وتشهيزي وتسليحي وتقديم مساعداتي والمشورة إلى القوات التي تسهى إلى تدمير داعش نحن نعتبر داعش تهديدا وجوديا بالنسبة إلى منطقتكم ونرى الاعتداءات والأفعال البربرية التي اقترفتها داعش في أوروبا وفي منطقتكم واعتبرت أمريكا وقتها أنها مضطرة لشن هجوب شامل بهدف تدمير داعش لكن أن نقترح أن الأمر يرتبط بالإطاحة بالنظام الأسد تماما مثل كل هذه التصريحات غير الدقيقة التي ذكرها مراسلكم في تقريره السابق على مر سنوات لا يمكن حتى أن أجادل ما قيل فبالنسبة إليها تصريحات مفبركة ولا يمكن أن أجادل السحاب فيما يتعلق بالتقرير الذي بثيناه فقط سيد مارك كامت الصحفي الذي أعد التقرير اعتمد على الصحفي الأمريكي كينزر وأيضا اعتمد على كتاب نشر بعنوان CIA ضد أمريكا اللاتينية نشرته الحكومة الإكوادورية وأيضا اعتمد على تأريخ إيران فيما يتعلق بالانقلاب ضد حكومة مصدق يعني كل ما نشر في التقرير كان عرض تاريخي لما قالته الصحافة الأمريكية والصحفي الأمريكي وكتب صدرت في تلك الدول ولم يتم تأليف أي شيء ستوقف مع فاصل بعده مباشرة نكمل في هذا الحوار ابقوا معنا مجددا حياكم الله مع اعتراض إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا في الجنوب السوري تدور تساؤلات عن سبب هذا الاعتراض وعن مصير الاتفاق بعدما رأت فيه تل أبيب تهديدا مستقبليا لها هذا تقرير حول الموقف الإسرائيلي من اتفاق الجنوب السوري لعلي مرتضى بعدما تأرجح الموقف الإسرائيلي بين قبول أو رفض اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو موقف التل أبيب رفض الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار وأكد أنه يرسخ الحضور الإيرانية في تلك المنطقة في هذا السياق يأتي تصريح الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقوب أميدرور بأن مشاركة إيران في بناء البنية التحتية العسكرية على الأراضي السورية يشعل الحرب مع طهران لا مفر منها مضيفا أن الهدنة التي اتفق عليها الجانب الروسي والجانب الأمريكي في سوريا هي مصدر كل المشاكل كما ستسمح بتغيير الشرق الأوسط مؤكدا أن الاتفاق سيكون مدمرا ليس فقط لإسرائيل بل للمنطقة كلها تل أبيب التي ترغب في أن تشارك في مجمل مسار الحل السياسي في سوريا تجد في الجنوب السوري مدخلا وحيدا لحجز كرسي على طويلة كبار المؤثرين في مسار الأزمة وإذا ما روحت قريطة السيطرة العسكرية مكانها في الجنوب السوري نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار فلن يبقى لتل أبيب أي تأثير فيما تستطيع دمشق وإلى جانبها طهران وحزب الله زيادة الحضور العسكري بالعتادي والعديد من دون أي خسائر على الإطلاق ولسيما أن روسيا هي الطرف الضامن للاتفاق على الأرض إنهاء الحضور الإيراني وحضور حزب الله في سوريا هو هدف تل أبيب إلا أن رياح التطورات تجري بعكس ذلك حتى مطلب تقليس هذا الحضور بحيث لا يمثل تهديدا مستقبليا لم تضمنه حكومة نتنياهو وهو ما يفسر رفضها المطلق لوقف إطلاق النار اتفاق تعد تل أبيب هدف إحباطه أولوية أولى فحكومة نتنياهو تفضل انتشار المسلحين على الحدود على انتشار الروس ما يوحي بتحركات عسكرية مستقبلية قد تقوم بها مجموعة محسوبة على إسرائيل ولسيما مع المعلومات التي تفيد بأن السلطات الاحتلال أنشأت مشافية ميدانية في الجولان لاستقبال الجرح المسلحين فهل تتمكن تل أبيب من إحباط الاتفاق أم أنه سيبقى ساريا المفعول برغم اعتراضها أسئلة تبقى أجوبتها رهنا بما تحمله الأيام المقبلة وتطوراتها سنحاول أخذ الإجابة قبل إن شاء الله الأيام المقبلة وتطوراتها من السيد ناصر وضيفي مارك كيمت السيد ناصر الانطباع الكلاسيكي عندما تم التوافق الأمريكي الروسي على منطقة الجنوب السوري كان هو بأن هذا الاتفاق هو يؤمن إسرائيل أو لحماية إسرائيل من المجموعات سواء كانت من المجموعات متطرفة أو حتى من اقتراب حزب الله وإيران من تلك الحدود وإذ بنا نجد أن إسرائيل غير مرتاحة لهذا الاتفاق هل يمكن أن تعطينا تفسيرا؟ يعني اسمح لي بس بالأول أنا أتوجه لزميلنا سيد كيمت قال له أنه نحن نعتبر ما يقوله جدير بالنقاش وليس مثيرا للضحك وأتمنى أن يأخذ عبرة من هذه المداخلة ولا يكثر من أن كل شيء غير جدير بالنقاش ومثير للضحك محور المقاومة ومفكريه ومثقفيه ينتصرون بالتواضع هذا التعالي أعتقد أنه هو الذي يفسر الخسائر الأمريكية لأنها دائما ترى في الآخر إما مثيرا للضحك وإما لا يستحق النقاش إلى ما أشرت إليه حول الجوء الإسرائيلي أنا أعتقد الكلام الإسرائيلي تفاوضي وليس كلام مبدئي الإسرائيلي نتنياهو تحديدا في اليوم الأول حاول أن يتباهى بأن إسرائيل لعبت دورا في صناعة التفاهم الروسي الأمريكي حول جنوب سوريا ثم تحدث من فرنسا بلغة مختلفة بعد لقائه مع الرئيس ماكرون أوحى وقال بالتصريح المباشر أن إسرائيل غير موافقة على هذا أعتقد أن الإسرائيلي يحاول أن يرفع السقف ليحصل على الأكثر أنا قرأت ندوة أجرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية وشارك فيها عدد من كبار الضباط وفرق التفكير وبعض الوزراء السابقين في تقييم المشهد الاستراتيجي بعد 11 سنة على حرب تموز والمحور كان الوضع في سوريا والخلاصة الأبرز في الكلام تقول بأن إسرائيل ترغب هذا الاتفاق كرغبتها بالقرار 17-01 تماما فهو يعطيها وعدا تعرف أنه لن يتحقق بإبعاد حزب الله عن الحدود إن بقاء الرئيس بشار الأسد وحده كفيل بأن يكون حزب الله موجودا حيث يكون الجيش السوري لكن هذا ينهي لإسرائيل حربا فاشلة لا تجد منها مخرجا ولا تملك استراتيجية للخروج منها فهي كانت قد رمت بكل ثقلها من أجل تشجيع التخلص من بشار الأسد وفشلت وهي حاولت أن تبني حزاما أمنيا على طريقة جيش أطوان لحد في جنوب لبنان عبر جبهة النصرة وقال مشيعلون تصيح الشهير قبل عامين أننا نأتى من جبهة النصرة على أمن إسرائيل من جبهة الجولان وفشل أيضا وبالتالي بقي أمام إسرائيل خيار من اثنين إما الجيش السوري الذي قاتلت لتفكيكه يدخل سلما وإما الجيش السوري مصحوبا بحزب الله يدخل بالقوة وأنا أعتقد هذا جوهر الذي ذهب إليه الأمريكي أن الأمور وصلت إلى حيث هذا ملخصه؟ هذا ملخص التفاهم وهذا جوهر اتفاق جنوب سوريا وهذا في الحدود السورية العراقية الآن أنا رحل لك بحضور السيد كامير باقي الحدود السورية العراقية التفاهم الروسي الأمريكي يقول يسلم طوعا للجيشين السوري والعراقي وإلا فسيدخلوا الحجد الشعبي وحزب الله لا تريدون أن تروا حزب الله لا تريدون أن تروا الحجد الشعبي اقبلوا الجيش السوري طوعا حيث الجماعات المسلحة تدين لكم بالولاء فلتنسحب وتسلم الجيش السوري أعتقد بالنسبة لإسرائيل لا يستطيع نتنياهو أن يدافع عن هذا ويقول هذا حل مشرف هذا ليس بالحل المشرف كما هو لا يستطيع الآن أن يتحدث عن وجود حزب الله في جنوب لبنان ويقول إن حربنا في تموز 2006 حققت أمنا لإسرائيل ولا الأمريكي يستطيع أن يقول هذا الآن أعتقد أن هناك محاولة لتحسين شروط التفاوض حتى الأمريكيين لا أعتقد بأن التفاصيل قد تم الاتفاق عليها مع الروس على كل شيء في الجنوب وحتى في الحديث عن المناطق الجديدة الآن في الغوطة وحمص الأمريكيين داخلين بحمص بالغوطة نعم في تفاهم أنه سيعلن في منتصف آب على منطقتين تهدئة جديدتين بتفاهم روسي أمريكي بأعتقد هذا الكلام الذي سربته الصحافة الأمريكية الستانة أين أصبح يتوج هذا وربما حتى في مشروعا تمثل واشنطن بدرجة أعلى هذه المرة في أستانة نعم تمهيدا لجنوب أنا أقول له للسيد كيمت طيب معلش زميل جيفري فلتمن ليس نحن جيفري فلتمن صديق وليد جملاط الذي يعرفه جيدا نشر وليد جملاط على تويتر يعني ليس أنه كلام مخبأ ومألف ومنسوب قال لي في عشاء لندن جيفري فلتمن يا وليد لو أردنا القضاء على داعش لفعلنا هذا بستة شهور هذا عام 2015 لكننا نريد داعش أن نستنزف به حزب الله وسوريا وإيران وحتى روسيا طيب هذا مش كلامنا طيب تسمح لي أسمع رأيي لسيد مارك كيمت بي شوية الحروب الفاشلة يا سيد كيمت أليست الحروب التي تنشئ فيها واقعا يقتل بسببه جنودك نعم يقتل الجنود الأمريكيون بسبب أخطاء ارتكبتها الإدارة الأمريكية لأنها مولت الجماعات التي تقتل المدنيين الأوروبيين ليسوا بأقل قيمة من الجنود الأمريكيين بمفرح الحياة تقتلهم داعش بسبب أنكم تركتم الفرصة لولادة داعش وقلتم هذا من ثمار بطش الأسد وإجرام الأسد نعم نسمع رأيي مارك كيمت تفضل سيد كيمت اسمحني أن أعرج على مجموعة من النقاط بداية بالنسبة إلى المصادر الأمريكية التي استخدمها مرسلكم في تقريره بكل بساطة يمكن لأي كان أن يذهب إلى أي مكتبة قريبة وأن نجد كتابا لكاتب أمريكي يقولوا أن القمر مصنوع من الجبنة أو أن صحن طائر قد هبط في واشنطن العاصمة أو أن حصانا قد شركت شافه بقارنين بالتالي من الشيد دوما أن تتعدد المصادر لدينا وآليات التحقق من صدقية هذه المصادر ثانيا بناء إلى المسألة التي أثرها ضيفك منذ قليب النسبة إلى جيفري فالتمن الذي منذ مدة يعمل في الأمم المتحدة وهو الأمين المسؤول عن شؤون السياسة في الأمم المتحدة وإذا كان قد أطلق هذه التصريحات يكون قد أطلقها كمسؤول أممي لأمريكي أعرف جيفري فالتمن جيدا ويصعب علي التصديق أنه أصدر تعليقا كهذا مفاده أننا قادرون على الحق الهزيمة بداعش في غضون ستة أشهر لكن بيت القزيد هنا يتعلق بإسرائيل وكافية تعطيها مع الحدود ومسألة الحدود مع سوريا بداية بحد معرفة الإسرائيليون لم يكنوا مشاركين في أي محاولة للإيطاحة بالأسد لم يكنوا يحبون الأسد لكن أقله بوجود الأسد كان الاستقرار موجودا داخل سوريا ويعرفون أن هناك بعض الإشكالات ربما في منطقة وهضبة الجولان لكن يتوصلون عندها مع المسؤول المعني في الحكومة السورية لكن على مر أسنوات قليلة الماضية الخشية الحقيقة في إسرائيل هو أنهم بدأوا يرون سوريا تتفكك ومعند هناك حكومة مسؤولة حكومة مركزية يمكن التواصل معها لحل المشاكل ولكن هناك مجموعة مخاطلة تنتقل عبر المناطق المختلفة وعلى مر الحدود وتقوم بإطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل وعندما نتفاوض مع مجموعة من المقاتلين أي رقم هاتف نستخدم ومع أي شخص نتفاوض إضافة إلى ذلك توجد هواجس أخرى مفادها أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد تتواجهان داخل سوريا هذه مسألة تعنيهم بفعل الأثر التراكمي وخروج المرة عن السيطرة وتأثيرها على إسرائيل أنا لا أعتبر أن هذه المسألة أصلا مطروحة ولا أوافق الرأي دوما مع نتنيه أو قل ما أوافقه الرأي في الواقع المسألة الثالثة التي يجب أن يتعطى معها هي أنه بالنسبة إلى هذه المناطق لنزع التوتر في الفترة اللاحقة لإنهاء النزاع في سوريا في حال كانت إيران موجودة على مقربة من الحدود الإسرائيلية كذلك يعتمد على الهاجس المشروع الإسرائيلي المرتبط بسلامة الأراضي الإسرائيلية والأمن القومي الإسرائيلي وهم يرون ما يحدث في سوريا على أنه قد تكون له تبعات على الأمن القومي الإسرائيلي ولذلك رئيس الوزراء يتحدث بصوت عال حول ما يراه كتهديد محتمل وربما مساعة دبلوماسية مضللة من جانب دول أخرى سيد مارك كمت كثيرون نظروا للاتفاق في الجنوب السوري بين الولايات المتحدة أو دعني أسميها التفاهمات بين الولايات المتحدة وبين روسيا على أنها اختبار للعلاقة بين الجانبين سواء كان في هذا الجزء جنوب سوريا لتعميمه على تعاون داخل سوريا بشكل كامل أو حتى اختبارا للتعاون في ملفات أخرى هل تعتقد أننا حتى هذه اللحظة هذا المسار يسير بشكل جيد؟ أعتقد أنك تثير مسألة هامة جدا بالنسبة لكل هذه القضايا التي أثرت في خلال الاجتماع بين الرئيسين بوتين والرئيس الأمريكي هو وجود دوما مساحة تفاوضية مفتوحة مع روسيا حول سوريا نحن كدولة لدينا مجموعة من الانشغالات والأمور العالقة بين أمريكا وروسيا أو بعض الملفات العالقة بالنسبة إلى خشيتنا لتدخل روسيا في الانتخابات الداخلية وتدخل روسيا كذلك في أوكرانيا وتدخل روسي داخل منطقة البلطيقة نهيك عن معادات روسيا أيضا للأمن القومي الأمريكي والاستقلالية الذاتية الأمريكية لكن يبدو أن الملف الذي يمكن لهتين دولتين أن يتوصل إلى اتفاق بشأنه هو الملف السوري بالتالي أنا أحيي هذا المسعى الأمريكي الروسي لإيجاد هذه المنطقة الوحيطة التي يمكن الاتفاق عليها ومن ثم الانتقال من هناك بهدف التوسع وربما توسيع نطاق التعاون بين الدولتين فنحن الآن ربما في الوضع الأسوأ على مستوى التعامل مع روسيا مقارنة مع وقت انطلاق الحرب الباردة بالتالي أثني على هذا المسعى من القادة المختلفين لإيجاد مناطق المصالح المشتركة لينطلق منها قبل أن ننتقل إلى ملفات أكثر صعوبة بالنسبة إلى أوكرانيا وتدخل في الانتخابات الروسية والمنطقة البلطيق والاختلافات الأخرى التي تبعدنا عن روسيا فالعلاقة السيئة مع روسيا لن تضر فقط بهذه الدول داخل منطقتكم إلا أنها تؤثر أيضا على العالم برمتها طيب ننتقل إلى الملف الثالث في المسائية بقية له وقت تعليق سريع بس يعني أنا ما بدي تمسك بالكلام اللي نقلوا وليد جملاط عن لسان جيفري فيلتمن طيب بدي له لسيد كمت كلام للرئيس ترامب لما بيقول الرئيس ترامب نحن نريد أن ننهي داعش بأسرع وقت ممكن لكننا لا نريد أن نرى الإيرانيين وقد حلوا مكانهم هذا تصريح رسمي ولا لا طيب وإذا كان البديل الوحيد المتاح وأنت ترى داعش تنهزم أن يحل الإيرانيين مكانهم ماذا تفعل؟ تمنع هزيمة داعش ليس هذا ما قاله هذا اللي عم بيصير واقع الحال أن يقول ترامب ليس هذا ما قال ترامب بالحرف أننا نريد أن نرى داعش ينهزم بأسرع وقت ممكن لكننا لا نريد أن نرى الإيرانيين وقد أبلغت بوتين هذا الكلام طيب نسمع ماذا قال سيد كمت التصريح كيف كان؟ قلت أن ترامب لم يقل هذا الكلام التصريح الذي أدل به الرئيس ترامب عندما كان مرشحا كان أنه ينوي أن يلحق الهزيمة بداعش لا لا مش وقت مكان مرشح الآن أتحدث في قلب الحرب مع داعش وهو رئيس في شهر تموز هذا الكلام تموز 2017 طيب حتى تصل الترجمة حسنا سأعود وأتحقق من هذه الوقاعة لا أعتقد أنه قال ذلك فإن قال هذا التصريح سأعود تراجع الموضوع برسلك يا بالإيميل قال سيرسره لك إيميل سيد مارك كمت وأرجو أن يترجم المترجم ذلك لكن سأذهب إلى الملف الثالث أن نبقي معي عشر دقائق مشاهدين دعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب الأبن وبول مان فورت مدير حملته السابقة للإدلاء بشهادتهم الأربعاء المقبل بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة يأتي ذلك في وقت رفض فيه وزير العدل الأمريكي جيف شينسز الانتقاد الحاد الذي وجهه إليه الرئيس دونالد ترامب بسبب تنحيه عن التحقيق الذي تجريه الوزارة عن روسيا هذا تقرير لمحمد كريم مسلسل المفاجآت يستمر في ملف الاتهامات الموجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن علاقة حملته الانتخابية بروسيا جديده تذمر ترامب العلني من وزير العدل الذي اختاره وعينه ليعلق ترامب بأنه لو كان يعلم أن ساشنز سينأى بنفسه عن موضوع التحقيق لما عينه كلام غريب يكاد يوازي دعوة الوزير إلى الاستقالة أو تمهيدا للإقالة الذي لم ينتظر طويلا للرد طواقم وزارة العدل مستمرة في عملها وفق الأجندة والأولويات التي وضعها الرئيس ترامب أتشرفوا بالخدمة بصفة وزيرا للعدل واعتزموا وصلة القيام بذلك طالما لا يزال هذا الأمر مناسبا المشهد لم ينتهي عند هذا الحد فنجل ترامب ومانفورت مدير حملته السابق يمثلان أمام لجان الكونغرس للإدلاء بشهادتهما بعدما كشف ترامب الأبن عن رسائل بريده الإلكترونية التي تظهر موافقته على لقاء محامية الروسية قد يكون لديها معلومات تؤثر في مسار الانتخابات الرئاسية يوازيه مثول جارد كوشنر زوج ابن ترامب ومستشاره أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذي كان هدفا لهذه التحقيقات التي تتركز على بحثه عن إقامة قنوات اتصال سرية مع الكريملين قبل تسلم ترامب الرئاسة هناك تحقيقات متعددة تجري بعيدا عن أنظار الرأي العام لتشجيع أكبر عدد ممكن من أعوانه على الأدلاء بشهادات تؤدي لإدانة ترامب المسألة الأهم هي إجراء تحقيق شامل لمراكمة الأدلة حتى تصل إلى قمة الهرم تضرب الروايات بشأن علاقة نجل ترامب بروسيا وما كشف عن تلك العلاقة من معلومات لم يمنع ترامب من الدفاع عن دونالد الإبنة بأن ما جرى من لقاء مع الجانب الروسي في حزيران يونيو من العام الماضي أمر طبيعي يجري في السياسة لهزم خصمك فيما رأى مراقبون أن تطور الأخير قد يعزز من جهود مناوئه للمضي في مسعاهم لاستكمال ملف قد يؤدي إلى أدالته يبدو أن أجواء الانفراج والتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا لم يحققا تجميدا لإطلاق النار من معارضي ترامب بشأن روسيا وما زاد الأمر تعقيدا الكشف عن اللقاء السري الذي جمع ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين محمد كريم واشنطن الميادين سيد مارك كيمت في واشنطن هل بتقديرك الرئيس ترامب بناء على هذه الاعتراضات داخل الولايات المتحدة في الكونغرس وهنا وهناك وحتى في بعض وسائل الإعلام الأمريكية هل تعتقد أن هذا يجعل ترامب في موقف حرج أو يؤثر على ولايته أنا خوفي الأكبر هو أن كل هذه الجدل الذي نرى وكل هذه الاختلافات الموجهة ضد ترامب تدعوه إلى تركيز على البيت الأبيض بشكل أكبر وأقل على أجندته التشرعية وصل الرئيس ترامب إلى الحكم قائلا أنه ينوي أن يعين القضاة في المحكمة العليا ويغير كذلك برامج رعاية صحية وضراب المفروضة على الشركات وتخلص من اللوائح والأنظمة لكن الواقع هو أن القليل من ذلك قد يتحقق من دون دعم الكونغرس الأمريكي ونظرا لكل هذه الإلهاءات الأخرى أكانت محقة أم غير محقة ولذلك التحقيقات قائمة إلا أن الواقع هو أنها تلهي من القيام بواجبه التشريعي وتعديل بعض التشريعات الأساسية التي كانت قد تحدث عنها بالنسبة إلى الصحة والمشارات الأخرى وأمل أن يتمكن بداية من لا سفقة تعيين القضاة في المحكمة العليا بل تأكيد على هذه التعيينات لكن بالطبع هذه الأمور الجدلية قد بطأت كل جهوده وعطلت الكثير من الملفات وهذا أمر مؤسف فعندما يصبح التركيز أكثر على ترامب كشخص وليس على أجندته التشريعية يعني أن البلد برمته سيعاني سيد ناصر كثيرون توقعوا عندما فاز دونالد ترامب وكان عدد متوقعين فوزه قليل جدا يعني الكل كان يتحدث عن كرينتون خاصة هنا في الشرق الأوسط لكن كانوا يتحدث اليوم هناك حديث عن أن ترامب لن يكمل ولايته وإذا أكملها فلن يكون هناك ولاية أخرى لدونالد ترامب بقراءتك هل تعتقد بأن هناك مصير سيء ينتظر ترامب في إدارة البيت الأبيض؟ طبعا ما في الواحد يعني يروح بعيد بالتنبؤ لكن أنا أعتقد أنه لو كان يشعر بأنه في وضع ضعيف لما ذهب لإنجاز التفاهم مع الرئيس بوتين هذا التفاهم بالدكتاف تحمل يعني لو من واثق من وضعه القوي اثنين لو ما واثق وهذا هو الأهم أن القوى التي أعاقت ذهابه إلى التفاهم مع روسيا بعد انتخابه فورا بتفجير كنبلة التدخل الروسي في الانتخابات اللي هي فجرت للجم اندفاعه للتفاهم مع روسيا اللي كان شعاره الأول بالانتخابات أن الحرب على داعش والتفرغ الحرب على داعش يستدعي عدم التدخل في الحرب السورية هذا موقف ترامب ليس جديد منع من تنفيذه وأن طريق هذا هو التفاهم مع روسيا من ذلك التاريخ حتى الآن هو ترك المؤسسة العسكرية والأمنية تلعب لعبتها وقدم لها الغطاء وأنا بعتقد أن حنثة خان شيخون والضربات والخط الأحمر على الحدود السورية العراقية كلها هي رهانات المؤسسة العسكرية والأمنية وبعد قال أنها مقدمات الأربعمائة مليار من السعودية تمام وصلت ونضجت إلى القول بأننا جاهزون لحمايتك في تفاهم مع بوتين ضمن هذه العناوين التي تصر عليها روسيا هو عمل صيغة اجتماع ثلاثة أسابيع عبل اللقاء ليس اللقاء عمل التفاهم ثلاثة أسابيع خبراء ومستشارين يتداولون مسار ثاني حد منه خاص بجنوب سوريا كان منعقدا في عمان أيضا طوال ثلاثة أسابيع أخرى وبحث حول موضوع الغاز وتسويق الغاز في أوروبا وتقاسم سوق الغاز كيسنجر كان شايف ترامب وإيجا شايف بوتين وثم رجع شايف ترامب يعني الموضوع مش موضوع لقاء أنه في الجلسة ودارت الكيميا بيناتهم احتاج الأمر لجلسة ثانية فكانت لجلسة ثانية أنا لا أعتقد أن ترامب يشعر بأنه ضعيف هو مستعد للتضحية بأي من أركانه من أجل أن يواصل مثل ما عمل مع مستشار أمن القومي مستعد يعمل مع صهره مع أي كان ليتخفف من أعباء ويكمل الاستعمال هذه الملفات بأمار كأي رئيس بين عمله ملف يعني الأجهزة ما في حدا منهم ملاك جاي يخدم يعني قضية الإيمان بالآخرة وبالتالي تصنيع الملف سهل على الأجهزة طرحه بالتداول في الرأي العام وتحويله لقضية رأي عام كمان سهل يبقى السير فيه حتى النهاية يتوقف على توازنات قوى نافذة أنا أعتقد أن ترامب في الشأن الداخلي لبى تطلبات بطرحه الانتخابي الفئات الأوسع في أمريكا وهذا الذي جعله يفوز في السياسة الخارجية اصطدم مع البناء العسكرية والأمنية وهي الآن تنسجم مع رؤيته للتفاهم في دقيقة واحدة أريد أن أسمع رأي مارك كامت في هذه المسألة سيد كامت هل باعتقادك الضغوط والمشكلات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر أو الضغوط على ترامب في الداخل ستؤثر في سياساته أو في مشاريعه الخارجية في سياساته الخارجية نعم أعتقد أنه تؤثر عليه كما قلت منذ قليل كل هذا الجدل يؤثر عليه ويمنعه من العمل مع الكونغرس لكي يتقدم على مستوى أجندته التشرعية لكن لا أعتقد أنه مثلا لن يكمل مدة حكمه أو سيتنحى عن الحكم سأكون متفاجئا جدا حصل ذلك لكن بالطبع سنشهد دوما على هذا المستوى من العدائية بين الأكثرية التابعة لترامب وبين المعارضة لكن أود فقط أن أستوضح مستلاتين في نهاية أولا لا أفهم هذا الجدل بالنسبة إلى الروس والتدخل الروسي في الانتخابات فالروس لطالما تدخلوا في انتخاباتنا وثانيا إن كانوا يتدخلون بشكل كبير في الانتخابات فقاموا بعمل سيء هيلاري كلينتون فازت بالانتخابات والتصويت الشعبي بثلاثة ملايين صوت لكنها فقدت وخسرت الانتخابات على مستوى الجماعات الانتخابية وهذا على عكس فوز ترامب بالتالي الواقع هو أن هيلاري كلينتون فازت بتصويت الشعب لكنها قامت بعمل سيء جدا على مستوى الفوز بالولايات الأساسية التي كانت تحتاجها لكي تفوز بالرئاسة فلنكن أيضا مواضحين الأمر لم يكن يتابط بروسيا وروسيا لم تبدل وجهة هذه الانتخابات ولا أهل المريخ هي فقط استطاقية سيئة لهيلاري كلينتون سؤال فقط أنه تدخلت طالما تدخلت بس يعني هذا خبر مهم في سوابق على كشف وإثبات تدخلات روسية بغير هذه المناسبة يعني بغير انتخابات ترامب كلينتون يبدو غادر ضيفنا أساد ناصر قندير رئيس تحرير جريدة البناء من بيروت وقال هذا بكل أحرار شكرا جزيلا لك نسمع نعم من المعروف تماما مثلا أن السوفيات تعاملوا مع فريق كندي لكي يحاولوا أن يقدموا لهم بعض المساعدة البحثية لكي تدخلت الوراقات ذلك وتدخل الروس في محل نكتفي بهذه الأمكترة سيد مارك كيمت انتهى الوقت تماما مساعد وزير الخارجي الأسماق للشؤون السياسية والعسكرية من واشنطن سيد ناصر قندير شكرا لحضورك هنا في الستوديو المسائية انتهت شكرا المتابعة إلى اللقاء